من زمان كثير عن مقاطع الأخبار فاليوم عدتنا مقطع أخبار كثير حارق وموضوع كثير حساس رح نتكلم عليه فالخبر الذي عدنا وهو عن أنس وأصالة تهجموا على عائلة شهد وسيمد واتهموهم أنهم جالسين يسرقوهم أو بنفس الوقت يقلدوهم الخصة بدأت لما نزلوا بمقطعه بقناة فولو تميس كان الأنوانا ردين على اليوتيوبر اللي يقلدونا بين قوسين عوائل اليوتيوب أتوقع غلبكم يعرف أن شهد وسيمد تغريب عددهم طفل جديد من حوالي شهر وسموه ميرا واللي هو قصب قريب كثير عنه ميلا والما يعرف إيش يعني هذا أو إيش رح يستفادوا من هذه الحركة الأشخاص لما يصيروا يكتبون ميلا بالبحث سيصير يطلع لهم مقاطع شهد وسيمد اللي فيها ميرا وهذا الشي يعني سيزودهم عدد السبسكرايبرز وبنسبة الوقت رح يزودهم عدد مشاهدات يعني بشكل كبير وهذا الشي أكيد سيزعج أنس وأصالة وطلعوا بمقطع وردوا لحطوا لكم اللقطع اللي ردوا بيها وشوفوها يعني ركزوا شوية عم وتعرفوا أنهم مين يخصدون بالضبط ليد الشخصيات وتقليد فيه كمان ناس تقليد الأسماء يعني أنا آسف يعني عشان أنه يجيبوا زي ما بتحكيها أنت اللي كليك بيت هل أشوفه أنا برأيي كتير صعب أن أسدق أنه واحد مثلا سمى بنته على اسمنا مشان البيوز يعني أنا هذا بيسعقني لا لا أنا ما أظن أظن فيه علاقة بين الأب وابنته بيعرف أشوف أنت عندك بنت علاقة بين الأب والبنت ما أظن أي شي بالعالم بيقدر أنه هو يأخذ لا فلوس ولا دنيا أنا مستحيل سمي بنتي والله مشان حدا لأنه علاقة فيه 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 ريليشنشيب بين الأب وبنته هذا ساد إذا حدا سمى بنته بس مشان كرمه لي يوتيوب لا هاي ما أنا ما بصدق بس إذا أنت عم تقول فيه ما بعرف أنا زراحة يعني ما كنت أصدق أنا صراحة ما كنت أصدق هذا الإشي يعني لحتى شفت فيه ناس عن جد أنه ممكن يعملوا هذا الشي عشان ينجحوا واضحة كثيرا أنهما كانوا قصطون شهدوا السمنت لأنهما الوحيدين يسموا اسم بنتهم قريب على اسم اسم ميلا وبس والله يا شباب هذا الدراما شكلها جديدة لح تبدأ باليوتيوب أنا طبعا حصار ننزلكم كل شي يصير أو كل أخبار لح تنزل بسرعة فلما مشترك بالقناة خليش ترك القناة ومع السلامة